اشتركوا في القناة والامر ماتي جدا طبيعي وشنت مرتاح بالشغل ماتي بالعسكرية لان شنت انا حارس على المسجب يعني تقدرون تقولون قاعدة 24 ساعة وماحد علي بي نهايين وشنت انا تناوب انا واحد على حراسة المسجب طبعا المسجب يعني مثل ما تعرفون انتو هو مسئولية شبيرة بس بنفس الوقت ماحد راح يجي يقدر يبوقك او شي بس انت لازم تسوي جرد دقيق على الاسلحة اللي موجودة بي واللي تطلع من عندك وشنت اغلب الاوقات المناوبات ماتي تصير ليلية وانا بالليل يعني ما احب اسهر وظل قاعد لازم انام وشنت شوية انام واقعد ومشيه ونامر جدا طبيعي وحتى ناوبات يجي الامر ويشوفني ما يعاقبني ولا يقول ليش نايم ويوم من الايام قاعدة والصبح لجنود اللي كانوا نايمين صحينا على كارثة صائرة بالمعسكر هذا طبعا الكارثة اللي صائرة بالمعسكر هو احد الجنود ميت ومبين انه كان احد خانقه لان كان ملفوف على رقوبته سلك كهربائي طبعا لما مات هذا الشخص وبدوا يحققون بالموضوع ماتته وكشفوا هوية القاتل اللي هو جندي صديقه تقدرون تقولون هم مثيناتهم من نفس المنطقة وعدهم قضية عشائرية قديمة وهنا انا اجي وصف عليه طبعا صارت مشكلة جدا شبيرة بذاك الوقت وصلت للوزارة وبعدها بدلوا كل اللي موجودين هنا يعني كل شخص مسؤول كان هنا بدلوا وجابوا غيرها وجابونا ضابط بذاك الوقت جدا مكروه وصعب ويخاف جدا ويعني لازم تلتزم بالاوامر مالته حرفيا وما ينام نهائيا طبعا كنت اكرها اني كره مو طبيعي لان كان تحس ان هو شايف نفسه علينا وكذا مو مثل ذاك الضابط الموجود قبله وبعدها فترة ما اعرف الشون اجي ولقاني نايم يعني على المكتب ماتي يم المسجب ولما اللي قاني نايم بذاك الوقت عاقبني عاقبني بزيان صفر وما اكتفى بهذا الشي قطع راتب وقال لي راح اذبك بمكان خوش تعرف تنام وتهمل الواجب ماتك وبعدها صدر امر بنقلي طبعا لما صدر امر بنقلي وهو ضابط ومسؤول اكيد راح اننقل بس نقل لي نقله جدا بعيدة نقل لي نقله عالحدود وهذا المكان بالحدود اللي هو المعسكر اللي نقل لي له جدا بعيد عن اهلي طبعا ما بليد حيله لازم اداوم هناك رحت وداومت هناك والما داومت هناك يومين بس خلوني على المشجب ونفس العمل مات تقريبا مناوبات بس شارت مات المناوبة صباحية وشنة تاني جاي داوم مات المناوبة الصباحية وجاني جندي يعني من احد الجنود اللي موجودين ويانا وقال لي الامر يريدك قلت له ما اتحرك منها نهاييا اذا الامر يريدني يجي برجلة علي لان انا ما قدر اعوف المشجب واروح عافني الجندي وراح ولما راح رجع للامر قال له وصدق اجل الامر علي قال انت ليش ما تنفذ الاوامر الالك وين ينقلوك بعد على مدصير من الاوادم طبعا لما قال لي هيش يعني ما اعرف انه الشي اللي سويته انا ما سويت شي غلط انا ما اقدر اعوف المشجب واروح فبديت احد شوية يقول لي يعني فوقها يعني ترادد احنا بالعسكرية نفذ ثم ناقش قال له لك تعال تروح وبعدين لازم تقول لي ان شون انا اعوف المكان طبعا خلص عافني ومشي ولما عافني ومشي عرفت وراها راح تصير كارثة صدق الحد ما تنتهي ماتي يعني الوردية او تقدرون تقولون ينتهي الوقت ماتي يجي شخص غير يلزم اجي علي يا جندي ثاني وقال لا امر يعيدك والصدق ورحت علي ولما رحت علي دخلت علي الغرفة اديت للتحية شان يقول لي حضر نفسك انت راح تنقل من هنا فقلت لي يا الله سيدي كيف تبذاك الوقت عباري راح ينقني او يرجعني الغير مكان قل لي لا تفرحه هواي انت قريب علينا من هنا حضر نفسك لان راح تجي السيارة تاخذك راح يذبونك على الحدود على الابراج اللي موجودة طبعا لما نقل لي هيتشي يعني هذا المكان منطقة حدودية وانو ليه جاي يصير وياه هاي الامور ما اعرف رضيت بالامور اللي كاتب علي يا رب العالمين وحضرت نفسي بس انا ما راح اقدر يعني لازم انام لان خلص المهم حضرت نفسي وبعدها اجدت سيارة وتقدرون تقولون باس شبير اخذنا اخذنا الباس انا ويايا ستة ورحنا للمكان المنطقة الحدودية كان اكو جزء من المعسكر صغير جدا هناك او تقدرون تقولون المعسكر او نقطة فقط دخلنا لهاي النقطة دخلت على الضابط باوع علي ومن دونهم سألني قال لي انت اللي اللي حاشيت الضابط الصبح اللي دز عليك وما رحت قلت لقي طبعا لما قلت لقي قال خلص تمام روح نام انا مترتاح وبعدها انت عندك يعني واجب بالليل قلت لها تمام سيد باش تسبيش الساعة الواجب ماتتي قال الواجب ماتك الساعة 12 بالليل طبعا انا رحت نميت وتعبان جدا ومنهك وما قاعدت يعني الا على صوت المنبه اللي سويته طبعا بعد لما قاعدت غسرت وجهي لبسة القيافة العسكرية ماتتي اللي هي الهدوم العسكرية وتوجهت انتظر يودوني للابراج كانت الابراج قريبة بس ما تقدر تروح عليها ماشي لازم سيارة للابراج صايرة على الحدود حرفيا وصدق رحنا هناك بس تعدنا ما عرف راح يخلوني المهم وصلت على احد الابراج نزل شخص من البرج وانا صاعدت بمكانه قالوا هذا البرج ماتك هنا فقط انت حارس ودير بالك تنام مو كيفت شفت نفسك بعيد وتنامون ترى على غفلة يجي الضابط ويشوفكم وهنا العقوبة مارتكم تكون عقوبة شديدة لان هاي حدود اذا احد قدر يسلل او صار شي هاي بذمتكم وبرقبتكم صدق اول ما صعدت فوق لقيت المكان يعني طبيعي جدا هو عبارة عن برج ارتفاع تقريبا تسعة متر وبيه درج حديد يصعدك لي فوق وفوق اكو غرفة يعني محدة صار مربعة تقريبا مترا بمترا وبيه شبابيك من جميع الاتجاهات يعني الطل من جميع الاتجاهات على واكو موجود على الارضية كرسي فقط ترتاح علي وموجود اغلاية تسوي بيها شاي بس ان الاشياء موجودات وواصلت كهرباء البرج مرت علي الليلة الاولى طبيعية والليلة الثانية طبيعية والثالثة تقريبا سبع تيام ثمانة تيام الامر جدا طبيعي وكل شي ما كو وطول هاي السبع تيام لا ايجانا ضابط دقق ولا احد تدور علينا الحد ما تنتهي العمل ما او يجي شخص يبدل يعني يصير هو بمكانك وانت تنزل وما اي ضابط ايجي يعني وفتش صدق وفي هذا اليوم قررت قلت انام وصدق بعدها نزعت السيترة مات اللي لابسها فرشتها على الارض ومددت وقلت خلي انام ونمت واني نمت بس جنت حذر جدا طبعا واني نمت سمعت صوت الباب تمفتح مال البرج واول ما سمعت الصوت مال الباب تمفتحت قعدت مباشرة وسويت نفسي انه انا قاعد وقاعدت على الكرسي ولزمت الاسلاح ماتي وجا يباوع على حد الاتجاهات وجنت اسمع صوت خطوات جا تصعد على الدرج صوت مال جندي يعني كان يلبس حذاء العسكري وهذا يطلع صوت ومثل ما قلت لكم السلم كان حديد طبعا جا يسمع الصوت يتقرب شوية شوية ومر وحدة سكة الصوت حسيت نفسي انه اكو احد وراي لحد الان امتاني الضابط يحاشيني بس ما حاشاني بعدين قررت انه التفت التفت وراي ما لقيت اي احد موجود نهائيا طبعا انصدمت لما افتريت وراي وما لقيت اي احد ونزلت اركض على السلم اللي موجود لحد ما وصلت الباب ما البرج وليقيت ها مزدودة ما مفتوحة ظليت صاف حرفين وما عرف شا سوي هل انا جاي هلوس هل كذا بعدين كل اللي رسمته ببالقة انا جاي احلم اكيد شنت حلمان ومن الخوف يعني من الضابط صار بيا هيج وبعدها ما رجعت نمت وعد اليوم طبيعي وجه هذا الشخص مرة ثانية لزم مكاني وان ايجي الليل وبدت الوردية مات وتقريبا على الساعة ثنتين او ساعة ثنتين ونوص قررت هم انام وصدق نمت وهالمرة من نمت سمعت صوت نفس الشي الباب تنفتح وصوت خطوات على الدرج وهم قعدت وقلت خلص خلص انتظر يجي وانتظرت وهم ما اجي اي احد طبعا هنانا بدأ الشيك يدخل بقلبي بنفس الوقت ماكو تفسير للي جاي اسمعه هو يخليه التفسيرات تقدرون تقولون جاي يقنع نفسي اقول اخاف فيران اخاف حيوانات بس انا جنت اسمع صوت الباب وجنت اسمع صوت الخطوات ما للدرج كأنه مثل خطواتي لما انا اسعد وهم رد علي هاي الليلة برعب وخلصت واجدت الليلة غيرها ونفس الشي تقريبا اثمى الليالي انا على هذا الحال وجنت ما اقول لاي احد نهائيا ويوم من الايام جنت منهك وتعبان جدا وقررت انه اول ما اوصل البرج والساعة باثناعش يعني انا اصعد انه استلم الواجب ماتتي مباشرة انام واول ما دخلت البرج كل شي ما سويت مباشرة فرشت السترامات اللي لابسها ونمت لما النمت غفيت بذاك الوقت لما غفيت بذاك الوقت صحيت على صوت سيارة تقدرون تقولون صوت سيارة بس بعيدة اشتركوا في القناة طبعا اول ما صحيت على صوت قلت هذا اكيد الامر يجي خليني اضاي القاعد سمعت الباب مفتحت وسمعت صوت مع الخطوات تتقدم علي وصعد اللي فوق وموش شخص واحد تقدرون تقول اثنين او ثلاثة لان صوت الخطوات هواية ونفس الشي ينتظر بي يصعد وما كو احد صعد ومر اي صوت ثاني نهائيا واني واقف بالبرج حسيت انه اجتني احجارة من احد الفتحات اللي موجودة مع العلم البورج عالة مثل ما قلت لكم تسع امتار مستعي الشخص يقدر يشمر هاي الاحجارة وكان حجمها جدا صغير وتوصل لهذا المكان وبعد ها قام يشمر علي الاحجار مرة ومرتين وثلاثة واني واقف ومرعوب ما اعرف شن الشي الاسوي وعرفت انه اكو جنجن بهذا المكان وبعد هاي طلع صوت روعني جدا الصوت هو عبارة عن شخص لازم فد حديدة بيدي ويضرب على السلم السلم مو حديد كان يضرب على السلم وكان الصوت واضح جدا والصوت يرم بالمكان واني واقف ما اعرف شن الشي الاسوي وبعد هاي كل ضربة يتقدم الصوت علي ازيد وازيد وعرف ان شون الشخص جا يمشي ويضرب يمشي ويضرب الصوت جا يتقدم وعرف رح يصعد لي لفوق ظلت موجه البندقية باتجاه السلم والدرج قلت خلص بس يصعد اي شخص اضربه وهاي الليلة كانت جدا قاسية علي لان الاحجار ينضرب علي اضاف الى هاي الاصوات العالسلم ما انقطعت نهايين عبالك شخص يصعد وينزل وانا ظليت واقف ومتبسمر ومنطي وجه السلم وموجه الاسلاح عليه وما اقدر حتى ارفع يدي وخايف وانا واقف وارتعش حرفيا من الخوف حسيت اكو شخص واقف وراي وهذا كان مجرد احساس انا ما متأكد المهم ظليت واقف وقول لا ماكو احد وراي بيني وبين نفسي اردد اقول ماكو احد وراي وانا بس خايف ماكو احد وراي مرة ومرتين وثلاثة بعدها قال لا انا موجود وراك ولمسني من ظهري لما لمسني من ظهري صارت بي قشعريرة مطبيعية كل الشعر اللي بجسمي وقف من الخوف افتريت مباشرة وراي ما لقيت احد وظليت افتر بالاتجاهات كل ما اسمع صوت الحد ما انتهي الوقت ماتي واجه هذا الشخص اللي يزم بمكاني بالصباح اللي هو الواجب مات الساعة ستة الفجر طبعا حرفيا شافني تعبان بهذا اليوم جدا وليقاني حتى شاف البدلة ماتت العسكرية كانت شون مبهذرة فسألني قل لي شون اللي صار وياك قلت انام وانا كل ييلة ما قدرت انام قال لي شتت انام هنا قلت لأي انام لان اتعب قال لي دير بالك لا يسمعك الامر شون تقول انام قدامه كل شو لا تنام اثناء الواجب ماتك ورد وسألني قل لي وانت ليش يعني تعبان هيش قلت لتعبان لان هذا المكان يمكن مسكون بالجن قالت وقل لي هاي انا اتعبان اسمعها لمن كان الواجب ماتي مثلك بطمعش وهس ما جاي اسمعها نهائيا وما موجودة بالنهار قلت لو ليش ما كلمت الامر ما الوحدة قال لي كلمت وبدأ الوقت قال لي دير بالك تحكي وتنطق لاي واحد ودقل لذا قدت الواحد اعتبر نفسك انت او وصلك اعدام على هذا الشي لان انت من تقول هيش راح الجنود يخافون وبعد ما حد يزم واجب عدل رجعت والطريق كله افكر شلون بي راح ارجع احنان مرة ثانية بعد ما تأكدت انه ذول جن وبنفس الوقت ما اقدر اروح حاجي الامر على هذا الموضوع وبعد ها وصلنا هناك ونميت ولازم هسه ارجع يعني للواجب ماتي اللي هو باثنعاش بالليل للستة الصبح وصدق رحت الساعة باثنعاش وصلت لهناك وبهذا اليوم قلولي اقرأ قرآن ونصحوني انه اقرأ قرآن بالمكان في سبيل اللي يجون وصعدت فوق وشنة تاني يعني مو نحافظ هواي من القرآن شنة تعرف المعودات وقرأتهم قرأتها الكرسي ولا اي شي تيسرل من القرآن ولا شنة حافظة ظليت اردد بي ما سمعت صوت خطوات نائية بس بنفس الوقت ما نمت ابدا وشنت يعني متجه كل سعباوة على شباك المهم وباحد الشبابيك اللي جاي يباو عليها المطلة على الارض الثانية الدولة المجاورة انه باوعت اكو مثل الخيال او اكو اشخاص جاي يمشون اثنين وكانوا لابسين اللبس لونه ابيض وشوفهم انه هما جايين باتجاه البرج اللي انا قاعد بي كان طبعا اكو غيري برج بس بين كل برج تقريبا بالالفين يعني ما تر معرفش قادي يعني مسافة جدا بعيدة بين برج وبرج شوفتهم اتقدموا علي بعدين لما اتقدموا اكثر وقفت على حالي وسحبت اقسام بالمندقية ووجهتها اتجاههم المهم هما وصلوا نقطة معينة ووقفوا وما عبروا الحدود وظلوا يباعون علي بينوا بينهم صارت مسافة قريبة يعني جاي يشوفهم ان هما رافعين روسهم ما بينهم ملامح ولا شي بس كانوا يلبسون هدوم بيضة وبعدها ظلوا ويعيطون ويصايحون من هذا المكان ويشلؤون احجار من الارض ويشمرون علي الغريب بالامر بينوا بينهم المسافة يعني انا قلت لكم مو تشبيرة بس بالنسبة لحجارة توصل بهاي المسافة مستحيل كانوا يجيبون الاحجارة ويخلوها من الشبابيك وان موجه البندقية عليهم وما جاي يرضون يروحون يشمرون احجار وقمت اصيح عليهم واصرخ بعلو صوتي بس ما يجاوبوني ابدا بعدها قررت انو اضرب عليهم رصاصة بس بهدف انو ما اصيدهم نهائيا يعني ما الوحهم بالرصاصة اللي راح اضربها صدق ضربة وحدة فوقاهم ولما انضربت وحدة فوقاهم ما اعرف شنو الشي اللي سحب البندقية من نيدي انسحبت البندقية من نيدي وانشمرت من فوق على الارض وظليت وحدي ولما انضليت وحدي فوق نزلت اركض اريد افتح الباب في سبيل اجيب البندقية ماتي بس الباب ما تقبلت انفتح ظليت قاعدة بهذا المكان واقرأ قرآن وتعود الشيطان وارد افتح الباب ما اقدر وانا اسحب بالباب بيدي واريدة انفتح ما ترضى انفتح ومره سحبتها سحبتها قوية مفتحت بيدي ويا رايتها ما مفتحت انصدمت بالمنظر اللي شفته لقيت شخص واقف قدامي كانت ملامحة جدا غريبة اسمر وشعره اسفر وعنده لحية جدا طويلة كان يرتدي ثوب لونه ثوب لونه رمادي او هيج باوع عليه وقال احنا شن اللي سونا الكياه وتضربنا بحي الكلام هذا قلت له قلت له منو جابك قمت ما عرف حتش ولا كلمة مثل اخبط شعر جسمي واقف خايف ومرعوب منطقة حدودية وهذا الشخص الجابه وشون قدر يخترق الحدود هل هو من جهتنا هل هو من الجهة الثانية كل هاي الاسئلة كانت الدور بالي اضافة الى هاقمة ما عرف حتش ابدا وما اقدر اتعوذ من الشيطان وما اقدر اقرأ قرآن القرآن بذاك الوقت راح من بالي نهائين ما تجيب بالي غير بس الاغاني وهاي الامور بس اردى تذكر حرف واحد البسم الله الرحمن الرحيم شانت ما اذكرها ابدا طبعا هو تشانيح شوية يوانع عقلي بعالم ثاني وواقف قدامي وعيوني بس مفتوحها وباوع علي من غرابة شكله وخايفان ومرعوب وبعدها مرة واحدة قال شبيك انت تباوع علي وتقرب علي زين اهنان اتداركت الموقف وظليت اباوع بس ما قدر ارمش نهائيا ليش ما ادري تقرب علي زين ومثل اللي ملامحة تغيرت وبعدها اختفى من قدامي واول ما اختفى من قدامي رح اتاركض يعني لي قدام على البرج دقيت الاسلاح ماتي مشمور واخدت الاسلاح وظليت تلفت يمنى ويسرى وارجف وما اعرف وين اروح وصعدت قاعدت فوق ولما قاعدت فوق صارت ابحث الزوايا ما للبرج وحاط الاسلاح مات وقاعد وما اعرف شون الشي اللي اسوي قدت هسذا طلعوا ذولا علي هذولا اضربوا من مندقية يموتون لو لا افكر بهواي امور وانا قاعد بالزاوية سمعت الباب ما للبرج انفتحت وانا سديت هبيدي طبعا لما انفتحت الباب ما للبرج هي كانت هاي الباب يعني تنقفل من الداخل وانا ما قفلتها من الداخل بذاك الوقت انفتحت الباب وشنت ناسيها وما تندم ليش ما قفلتها بذاك الوقت قلت له ميت ولا انا ما قافل الباب بهالكلام هذا المهم وشنت اسمع صوت ما الخطوات جاء تصعد لي فوق ومو ما لشخص واحد اثنين او ثلاثة كانت الخطوات ما تنعد وبعدها اول ما صعد شفت الضابط واقف قدامي رجع بي الدم وما عرف شش شي اللي يسوي حتى تحية ما اخذت له وقام يحكي علي وقال لي ليش رميت طلقة انت وجانا نداء انه انت رميت طلقة وحدة وجاي نادي عليك بالجهاز اللي موجود عندك بس انت ما تجاوب طبعا كانوا ينادون علي باثناء وانا تجاوب والجهاز ظل فوق ما سمعت المنادة بذاك الوقت ظلت اتوسل بي وقل لسيدي امروتك انقني لأي مكان بس لا تخليني بالحدود لما شاف نهيتي انا تحرس ما حتيت قدام الجنود اللي موجودين وياه بعدها قال خلص كمل يومك وتعال لي باتر ويصير اليك خير وهذا اليوم مر علي اصعب يوم كانت الدقيقة وحدة تعاد العشر ساعات مرت علي من الخوف وصدق اول ما صار الصبح وجه هذا الشخص لزم مكاني مباشرة الرحة للامر ولما الرحة للامر حاشيته على كل شي صار وياه طبعا ما جنت متوقع ردد فعله قل لي هذا الامر انا ادري بي وسامع بي بس لا تحتي الاي احد هاي منطقة حدودية ولازم تنحمي بيها جن ولا ما بيها جن لازم اكو جن دي موجود على البرج قاعدين قال خلص انا راح اقدم كتاب انه الوجبة الليلية يصيرون بيها جنود اثنين مال اثناش والحجة والذريعة بهذا الشي انه الجنود جاي من لون هما قاعدين يعني قاعد وحده وما جاي يقدروا حتى نباتي يصيب النعاس للمنطقة هادئة جدا لازموا يا صديق ويظلون هو وياه طبعا ظليت داومه هناك وهذا الامر اتنفذ وراها تقريبا بسبوع لما اتنفذ جابه واحد وياي بس ما قدرت اضلب ذاك المكان وبالواسطات وبالفلوس يلا قدرت انقل من هذا المكان وارجع المكان ثاني حتى مو المكاني القديم وبالقوة يلا خلصت من عنده ولحد هاي اللحظة لما انا اذكر المواقف اللي صارت وياي شعر جسمي كله يوقف واشعر بالخوف ولحد الان ما انسي وجه هذا الشخص اللي يوقف قدام اللي حيطه طويله وشعره اصفر ووجهه اسمر ابد نهايين وعيون اللي كان لونهن اصفر مستحيل انساهن ابدا كان شكله جدا مرعب ومخيف هاي قصتي والحدث لي بالعسكرية اذا عجبتك ادعمني بلايك اشترك لي بالقناة فعل زر الجرس وانتظرني غدا بقصة جديدة ان شاء الله اشتركوا في القناة